بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وحشرنا في زمرتهم ورحمنا بهم يا كريم السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته وعلم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الأليم الجلل مصابنا بأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قد يبدر سؤال أنه لماذا اختار الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن يأتي إلى العراق ولا يذهب إلى باقي المدن الأخرى التي فيها شيعة لأبيه ولأخيه طبعا هناك جملة أسباب وطبعا بعد أن عرض أهل الكوفة أرسلوا تلك الرسائل إلى الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أن أقدم يا ابن رسول الله إنما تقدم على جند لك مجندة لقد أينعت الثمار واخضر الجنة هذا لماذا أرسلوا تلك الرسائل الآن يأتي إن شاء الله هذا السؤال أيضا ونجيب عليه بإذن الله تعالى فالإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال له أخوه وقيل ابن عباس أخوه محمد بن الحنفية قال أخي ألم تعلم غدرهم بأبيك وأخيك هؤلاء قد غدروا بأبيك وأخيك وأخاف أن يغدروا بك قال سأنظر في أمرك قال لا يذهب إلى اليمن فإن فيها قبيلة همدان وكما ورد عن أمير المؤمنين يقول لحارث الهمداني يا حار همدان من يمت يرني كان الهمدانيين شيعة مخلصين في اليمن إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فاقترح عليه سأخوه أو ابن عباس أن يذهب إلى اليمن قال سأنظر في الأمر بعد ذلك عزم الإمام الرحيل إلى العراق شد الرحال إلى العراق فقال له ذلك السالسة قلت إما أن يكون محمد بن حنفية أو ابن عباس ألم تعزم أو تقرر الذهاب إلى اليمن قال رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا حسين شاء الله أن يراك قتيلا إذن أكو مشيئ إلهية فقال لا حول ولا قوة إلا بالله إذن ما معنى حملك النساء إذا كان أمرك إلى هذا الأمر ما معنى حملك النساء قال شاء الله أن يراهن سبايا إذن أكو مشيئ إلهية لكن هذه المشيئة الإلهية هل أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى الحسين يقتل هكذا حاشا لله يريد أن يرى زينب وبنات رسول الله تسبى من بلد إلى بلد حاشا لله إذن هناك حكم مشيئة الله الله تعالى من صفاته التي هي عين ذاته هو الإرادة والمشيئة أراد هذا فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مشيئة الله لا يمكن أن نقف بوجهه وأول من يطبق هذه المشيئة لله ويستجيب لها هم محمد وآله محمد عليهم الصلاة والسلام إذن اختيار هذا المكان طبعا نحن لا نعترض على إمام الحسين إمام الحسين معصوم معصوم واختياره لا يمكن أن نعترض عليه ولكن لو أردنا أن نحل لهذا الأمر أنه أهل العراق أن إذا كان مركز القبور أهمت أهل البيت وأن تكون المعركة في العراق سوف يكون لأهل العراق شأن خاص لأن أهل العراق نموذج خاص شيعة العراق نموذج خاص لا يمكن أن يصبر على الضيم يعني شعب لا يخنع لا يذل وكما نرى الآن من خلال ما جرى علينا أو مجريات الأحداث التي مرت علينا نرى أن هذا الشعب نتيجة ارتباطه بأبي عبد الله الحسين كيف يقاوم كيف يقاتل كيف لا يخنع للظالم ويثور ضد الظالمين لم نرى ذلك في أي شعب من الشعوب كما هو في الشعب العراقي أو شيعة العراق أنهم يثوروا ضد الظلم والطغيان فضلا عن قضية الكرم التي يتمتع بها شيعة العراق ونرى في الأربعين كيف أنهم يضيفون قرابة عشرين مليون زائر يأتون إلى كربلة يبيعون حتى ما عندهم من مؤمنتهم في سبيل خدمة زوار أبي عبد الله الحسين إذن هذا الكرم الموجود وهذه البطولات التي قاموا بها وأئمتنا يعلمون هذا الصفات هذا الشعب لذلك ست أئمة نراهم أنهم متفونون في هذا البلد الخير الذي كثر خيره وبركاته من وجود الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم حتى الإمام الحي الإمام الثاني عشر قد ولد في العراق في سام الراء وعمت بركاته هذا المكان وللحديث بقية والحمد لله يوم بالعالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر